وجيوب وإلى آخره كتير وإلى آخره أكيد فكتير في عنا طرق طبيعية حتى نحنا نعالج هذا الموضوع اللي هو التهاب الشعب الهوائية خصوصا إذا إحنا كنا حابين نعالج هذا الموضوع من البيت أكيد فخلينا نبلش شوي شوي ونبلش مع أول نقطة وهي الأهم دائما إنه لازم نحنا ناخد راحة كتير منيح لجسمنا لأنه نحنا مثل ما عارفين حتى جسمك وصحتك إلها عليك النوم اللي منيح والراحة الراحة البدنية الراحة الفكرية والراحة النفسية خلينا نحكي عن هاي النقطة تحديدا ونشوف الحصول على قصة كافة من النوم يساعد على مكافحة هذه العدوى ومساعدة الانتعاش من التهاب الشعب الهوائية هلأ أحد الأعراض الرئيسية لالتهاب القصبات هو التعب فالعدوى والسعال المستمر المصاحب للالتهاب بيعمل لك تعب كتير قوي إحنا أعرفين أنه عدد ساعات النوم عند البالغين يعني عندنا وعندكم لازم من 7 إلى 8 ساعات يوميا وخصوصا فترة الليل أما عند الأطفال من 10 إلى 12 ساعة لازم يناموا حتى يحصلوا على هذه أو هذا القصد من الراحة نحنا الكبار من 7 إلى 8 ساعات بالليل يعني شو الفايدة إذا نحنا نمنا الساعة 6 أو 5 الفجر ووصحينا الساعة 12 الظهر لا هاي أبدا ولا كأنه عملنا إشي الأهم أنه إحنا ننام نومة الليل اللي هي بتبلش من العشرة المساء لتاني يوم أكيد ليش؟ لأنه أول شي فوائد النوم بيعزز الجهاز المناعي ونحنا عارفين هذا الشيء كتير منيح وتاني شغلة النوم بيبلش الحرق حرق الدهون والكالورية بتبلش من ساعة 10 لساعة 4 الفجر شوفوا سبحان الله يعني ربنا لما قال إنه إحنا ننام بالليل ونصحب النهار ونشتغل بنهار يعني كله يعني كله هيك في من ورا حكمة أكيد فهاي هي فوائد النوم أيضا بيعمل النوم على التغلب على العدوى إصلاح الأنسجة التالفة وإنتاج أنسجة جديدة وإفراز هرمونات هامة وبيعطيك تجديد للطاقة أكيد النقطة الثانية اللي هي أنه نحن لازم نشرب كمية كتير منيحة من السوائل واللي هي علاج لكل إشي صراحة فبينصحونا الأطباء أو بينصحوا الأشخاص المصابين بالتهابات الجهاز التنفسي بزيادة شرب السوائل لأنه بعاني المصاب بالتهاب القصبات من الجفاف بسبب فقدان السوائل شوف كيف دك تعرف أنه أنت في عندك جفاف بيصير في عندك حمى اللي هي الأعراض تبع الجفاف التنفس السريع سيلان الأنف القيء والإسهال مضاعفات الجفاف ممكن تكون الدخل صداع الإنزعاج من الفم والحلق ففوائد شرب السوائل هي أنها بتخليك تبعد عن الجفاف وبتقلل سماكة المخاط بشكل عام والتقليل من كثافة المخاط في الأنف وبترطب لك الفم والحلق أكيد أيضا لحتى نحن نكون بعاد عن التهابات الشعب الهوائي بدنا نقلل شوي دخان وإذا منبطل بيكون أحسن لأنه تدخين سبب رئيسي لالتهاب القصابات النفسية المزمن حيث يدمر التدخين القصابات الهوائية وقدرة الجسم على محاربة العدوى شو هي الأشياء اللي بتزيد من التهاب الشعب الهوائي الغبار خصوصا هذا الجو اللي احنا فيه هلأ الطوز كتير المواد الكيميائية الموجودة في المنظفات المنزلية وتلوث الهواء أيضا من الأمور اللي ممكن نحن نتبعها لحتى نكون بعاد عن التهاب الشعب الهوائية إنه نتبع نظام غذائي صحي أي شي أو أي خبر نحن بنحكي عنه صحي إذا بدكم تلاحظوا دائما للنصائح إنه نشرب مي كتير وسوائل تحديدا مي وإنه نحن نتبع نظام غذائي جيد يكون نظام غذائي صحي مفيد وجيد دائما هدول أهم نقطتين إنه اتباع نظام غذائي صحي يحافظ على الجهاز المناعي لدى الإنسان الجهاز المناعي شوفه يدت أنه هو أي فيروس بفوت على الجسم بحاربه وبالتالي مش رح نمرض كتير ولا رح ننصاب بفيروسات وبيعمل على التحكم والتخفيف من أعراض التهاب القصبات هلأ بيتكون النظام الغذائي الصحي من الفواكه والخضروات الحبوب الكاملة اللحوم الخالية من الدهون والدواجن والأسماك وكتير إشياء غيرها أيضا وأخيرا عشان نحن نعالج الآلام رح رحكي عن شغلة مهمة تساعد بعض الأدوية التي تحتاج أو لا تحتاج إلى وصفة طبية مثل نحن نعرف الأسفيرين وهذه الأشياء اللي هي ممكن هي مسكنة وبتعالج الالتهابات بتساعد على التخفيف من أعراض التهاب القصبات مثل الحمى والصداع والألام تجنب إعطاء هذه الأدوية للأطفال والمراهقين بدون استشارة طبيب نحن لكوار نقدر ناخدها لكن لصغير لا وبدنا نحاول إنه إذا حسنا إنه الموضوع كتير خطير لازم نرجع الدكتور ما بكفي إنه نحن نصرف منه لحالنا لكن التهاب القصبات الهوائية الشعب الهوائية وإلى آخره ممكن إنه ناخد له مسكن مثل ما حكينا نحن ودكتورة طيب إذا لتتذكروا هي الدكتور سيدلاني ممكن نروحها سيدلين وقول لهم عنها كذا كذا لكن إمتى ما حسنا إنه الموضوع شوي زاد عن حده لأ لازم نروح على الدكتور أكيد وسلامتكم وإن شاء الله ما بتشوفوا الشر والله يبعد عنه وعنكم الأمراض أكيد اليوم فقرتنا مع الأخبار الصحية شوي سريعة ومختصرة لأنه اليوم في عنا أخبار منوعة حابين نحن وإنتوا نغير جو هيك اليوم فعملنا لكم أخبار فنية وفي معنى كوميديا وإلى آخره فعشان هيك هلأ رح ننتقل لأخبارنا مع عالم التكنولوجيا وبنكون إحنا هيك خلصنا أخبارنا الصحية إن شاء الله تكونوا استفدتوا منها أكيد شوفوا يعملنا أخبار تكنولوجية في هذا الفيديو خلينا نشوف هم بالحياة من لحظات بيوثقوها بالصور وأكيد بنزلوها على السوشيل ميديا إن كان إنستاغرام فيسبوك سناب وإلى آخره بحيث إنه نحن كتير في ناس نحضر سناباتهم صرنا منعرف أي ساعب يناموا أي ساعب يصحوا وشو لابسين وشو بيعكلوا وشو بيفطروا وأديش بيتهم حلو ولا مش حلو وإلى آخره يعني هاي فيه أمور شخصية وأي إنسان لازم يكون فيه جانب من حياته يكون فيه برايفسي أكتر من هيك لأنه مش حلو يكون كل إشي على العلن ليش بقولك الأزواج السعداء مش دايما بينشروا كل لحظاتهم أنا بحس إنه دايما اللي اتنين الخاطرين أو متزوجين طبعا هي أنا مش بعمل دراسة بس أنا هيك إحساس يعني اللي دائما بينزلوا كل شيء أول بأول على الفيسبوك زي اللي بيعوض نقص يعني زي اللي حاسس إنه الناس حاسين إنه هم مش سعداء وبحاول يثبت للناس إنه لا شوفوا نحنا سعداء هاي صورنا علما إنه ما حدا بيعرف شو عم بصير بيناتهم داخل بيتهم ولا حدا بيعرف شو طبيعة العلاقة اللي بيناتكم هل هم سعداء أو لا كأزواج لكن دايما الإنسان عنده نقص بشغلة بحس إنه الناس التانية شايفتها فبيحاول يعوض هذا النقص لأنه الناس اللي سعيدة هي ملتهية بسعادتها وملتهية بطلعتها وملتهية بحياتها وملتهية بكتير أمور فما بتلاقي وقت لأنها دايما نتنزل أما الناس اللي حاسة إنه هي مش مبسوطة كزوجة أو زوج وحاسة أو خايفة إنه الناس ينظروا لهم نظرة إنه هدولة الاتنين مش سعداء هدولة الاتنين كأزواج علاقتهم فاشلة فبتلاقوهم أول بأول بحاولوا يقنعوا حالهم يقنعوا الناس إنه نحنا لأ اتنين متزوجين ومبسوطين شوفوا هاي صورنا ونحنا بالبلد الفلاني ونحنا طبعا هم أش بيكونوا متخانئين ومدبحين بعض ويواصلوا بيناتهم لوين طبعا هاي مش يعني هي هاي مش يعني خيأ أقول ما بتتعمى مع كل الناس لكن أنا بقول هيك بمجرد رأي أو مجرد إحساس هيك بحس وأكيد متل ما شفنا بهذا الفيديو أكيد خلينا نروح لكتير ناس عم يحضرون هلأ بعمرهم ما زاروا الأردن اليوم رح ناخدكم على جولة بشوارع الأردن وتحديدا شارع بالأردن اسمه الريمبو لكل الناس يلي ما زاروا الأردن ولكل حدا ما بيعرف أين الوجهة فندعوك لتستمتع معنا بمعالم النهضة العمرانية الكبيرة التي شهدتها المملكة الأردنية الهاشمية خلال السنوات الأخيرة الماضية بحيث أصبحت تستقطب أعدادا كبيرة من السياح من مختلف أنحاء العالم هلأ ما هو القصد الذي غالبا ما يكون أو ها هو المقصد الذي غالبا ما يكون مكتظا بالوافدين إليه بسبب شوارعه الديقة وأبنياتها التراثية القديمة حيث تعد منطقة جبل عمان الكل بيعرفها اللي هي جبل عمان الويبدي أو البلد هاي المناطق الأديمة اللي هو بسموها عمان الأديمة التي يستهلها دوار الأول بجبل عمان فيه أمور كتير تراثية وتاريخية وفيه التراث الأردن متر ما عم بنشوف بهذا الفيديو رح نحكي عن شارع بجبل عمان اسمه شارع الريمبو ونزلوا أصدقائنا من موقع جي كلاس على شارع الريمبو بجبل عمان وعملوا مقابلات كتير حلوة مع الناس كل حدا وافد أو إن كان أجنبي يعني غير أردني بيجي على الأردن لازم ينزل على شارع الريمبو ويروح على جبل عمان من قد ما فيه أشياء كتير قديمة من قد ما فيه كافيات كتير حلوة وأغلب الكافيات اللي موجودة فيه هي عبارة عن بيوت قديمة منها كانت لبرلمانيين كانت لوزراء كانت لسياسين وإلى آخره وهي الفيلا أو البيوت المستقلة بيعملوها كافيات فبيكون الطابع اللي غالب على هاي الكافيات اللي هو الطابع التراثي طابع لبيوت العربية الأديمة وإلى آخرين فيه كتير بيوت وكافيات ووجهات لازم تروحوها لما تروحوا على جبل عمان فيه مثل بيت الملك طلال وفيه بيت شريف زيد بن شاكر وفيه أيضا بيت سعيد المفتي ومع إنها هي مناطق هي عمان القديمة لكن فيه ناس بحب تعيش بهاي الأجواء أنا بحب أعيش سراحة بهاي الأجواء ما بحب المناطق اللي كتير مسكرين على حالهم ما حدا بيعرف عن التاني لا بجبل عمان بتلاقوا كل الناس فاتحين بيوتهم على بعض بتلاقوا بصحاب اللي بيوت حاطين كرسي قدام الباب وبتلاقي الزلمي قاعد وقاعد بيحكي مع أبو دكاني وكلياتهم مع بعض خصوصا برمضان أجواءهم كتير حلوة أكيد كل الأكلات يلي هي متعلقة بالعائلات يلي دخلت على الأردن قديما من عائلات سورية أو عائلات فلسطينية أيضا من الأكلات الأردنية بتلاقوها بجبل عمان راح نروح هاي الجو ولو نتمشى بجبل عمان نحنا وانتو مع الزميل إبراهيم من موقع جي كلاسي يعطيهم ألف عافية ويلا على شرع الرنبو جي كلاسي اللي هو دائما بيبعث لنا الأخبار الحلوة والمنوعة أكيد وشكرا لإبراهيم على هاي التغطية الرائعة من شرع الرنبو بجبل عمان ومثل ما شفتوا ومثل ما قالكم كل المحلات يلي هناك هي محلات قديمة فعليا وهي محلات أثرية لكل يلي بيحب الأثريات واللي بيحب الأنتيك بيروح على جبل عمان أو على الرنبو تحديدا فبيلاقي هناك أكيد كل الأشياء الحلوة والأنتيك أيضا في السنما والكفيات وفي كتير أشياء حلوة هناك فبننصح أي حدا وما في حدا ما بيعرف شرع الرنبو كل العراقيين يلي بالأردن أكيد واللي حابين يجو زيارة على الأردن هاي الصفية لازم تروحوا على جبل عمان على شرع الرنبو أكيد خلينا نكمل نحن وأنتو أخبارنا مع عالم الأخبار المنوعة وشوفي عنا شو الدراسات الجديدة خلينا نشوف هل اكتشف العلماء سرقلة البركة في المال الحرام؟ اذا بتسمعوا بتقولوا أنه المال الحرام ما بيدوم أو المال الحرام بيروح بسرعة أو اللي بيجي بسرعة بروح بسرعة يعني هي هاي أمور كتير نحن بنحكيها أنه الفلوس اللي أنت بتحصل عليها بدون تعبك أو بتحصل عليها بدون ما يكون إليك حق فيها بتروح بسرعة العلماء درسوا هذا الموضوع ولقوا اكتشاف أنه ليش المال الحرام لا يدوم خلينا نشوف الموضوع سراحة دراسة كتير حلوة يعني عجبتني أنه نحن كنا نفكرين الموضوع بس هك نفسي أو أنه يعني سبحان الله أنه إيش حرام مش إليك ما رح يدوم لا طلع في دراسة على هذا الموضوع هذا ما تم إثباته علميا أنه المال الحرام لا يدوم بعد أن اكتشف العلماء منطقة في الدماغ تجعل المرء يشعر بعدم الارتياح وعدم السعادة في حال كان ماخذ مال الحرام وهذا شيء طبيعي وبهذا الاكتشاف يكاد يكون العلماء أجابوا عن السؤال الأزلي اللي دائما بنسمع وهو هل يشتري المال السعادة فوفقا للعلماء تعتمد الإجابة على الطريقة اللي رح تكسب فيها انتهاء الثروة أكيد هل هي مشروعة أم بوسائل ملتوية طيب بحسب دراسة جديدة توصل إليها عدد من العلماء فإن الأموال التي تربحها بطريقة غير مشروعة تكون أقل إرضاء وهو ما يفسر سبب نفور معظمنا من استغلال الآخرين لكسب المال هذا وفقا ما جاء به التقرير لصحيفة الڭارديان البريطانية أكيد واللي بتقول وأشرفت على هذه الدراسة عالمة الأعصاب في كلية لندن الجامعية اسمها مولي واللي هي خلصت في النهاية إلى أن النتائج تؤكد أن المال في تلك الحالة لا يكون جذابا بالقدر ذاته هلأ هذه التجربة ممكن أنها تكون كشفت أيضا في الوقت ذاته أمرا يعكس تفاوض الاستقامة الأخلاقية الذي نراه بين أفراد المجتمع وهو أن بعض الأشخاص وجدوا الأموال التي يربحونها على حساب شريك مجهول وهي بتكون مش مجزية بالعادة وبتقول أنه هاي التفاصيل تبعت التجربة أجريت على 56 زوج وأجرتها مجلة ناتشرل أو ناتشر عفوا العلمية وكان الاختبار هو السؤال التالي هل تفضل أن يدفع لك مال أو يدفع لك مال مقابل أن تتعرض أنت لصدمات كهربائية أم تفضل أن يتحمل شخص آخر الألم بدلا منك يعني واحد أنه يتعرض لصدمة أو لهذه الصدمات الكهربائية أنت تأخذ الفلوس هي هيك وصفوها إنما أنت بتأخذ المال الحرام وكأنك أنت بقولوا لك عندك استعداد أن يحطوك على كرسي مثلا كهربائية وتتعرض لصدمات كهربائية بالمقابل تأخذ الفلوس ولا عندك استعداد أنك تقعد حدا معين على هذا الكرسي ويأخذ صدمات كهربائية وأنت تأخذ الفلوس هذا صراحة يعني تشبيه كثير حلو عجبني بخصوص موضوع أنك أنت لما بتأخذ الفلوس مش لإلك أو لما بيكون مالك مال حرام دينار أو مليون هو مال حرام بيقولوا أنه هاي التجربة يعملوها على كتير ناس وأثبتت أنه إذا بتحب أنت عشر صدمات كهربائية مقابل عشر دولار أو عشرين صدمة مقابل إحدى عشر دولار يعني أنك بتخلي حدا يتعرض لهاي الصدمة وأنت تأخذ الفلوس فهي هيك فسروها العلماء وكانت هذه الدراسة متعلقة بمنطقة موجودة بالدماخ بتقولك أنه أنت أو بتخليك تعيش شعور واللي هو أنه أنت لما بتكون ما أخذ فلوس مش إلك أو حاسس أنها حرام أو حاسس أنك أنت أخذت شي ما بتستحقه ما بتخليك تحس براحة وبسعادة اللي هي من جانب آخر اللي هو الضمير يعني هاي الدراسة يعني هم عم بيحكونا عن الشغلة هي فعليا موضوعها موضوع الضمير فعشان هيك يا جماعة بغض النظر قدش هي رزقتك ارضى فيها وعيش فيها لأنه المال اللي بيجي بسرعة والمال الحرام لا ما بيشتري سعادة أوكي المال كل إشي إحنا ما بنقول أنه الفلوس مش كل إشي لا والله الفلوس كل إشي خصوصا بهالزمن هاد لكن مش الحرام لأنها زمن دوار فبتكم اديروا بالكم من هذا الموضوع شرائكم نروح نسمع أغنية قبل ما ننتقل لأخبارنا مع عالم الفن وبعالم الفن رح نحكي أخبار فنية عراقية على شوية أخبار من السينما المصرية وهيكا نحضر شوية كوميديا لكن خلينا نبلش أخبارنا وفقرتنا مع الأخبار الفنية بأغنية أكيد وبنكون نحن هيكا مشاهدين مستمرين مع هذه الجولة من الأخبار المنوعة نسمع أغنية ونكمل أصدر الفنان العراقي محمد السالم مؤخرا ألبوم جديد بعنوان البصمة بيحتويها الألبوم على 14 أغنية فيها الرومانسي والحزين وسريع أيضا فعلما أنه أول فيديو كليب تم تصويره من هذا الألبوم هو لأغنياته أن البصمة هي كانت من كلمات رامل العبودي مش هيك والحان عليه صابر إخراج رقفة البدر ونالت هذه الأغنية نسبة مشاهدة وصلت لحد هلأ أربع مليون مشاهدة مش بعيدة أي أغنية أردنية عراقية أي مطرب عراقي بنازل أي أغنية توصل لهذه المشاهدات لأنه فيه مستمعين بعدد كبير كتير أكيد اليوم محمد السالم بيعيد التجربة هاي كمان مرة مع المخرج رقفة البدر رح يعملوا فيديو كليب جديد بعنوان أعوف الدنيا من كلمات قصية عيسى الحان مصطفى إبراهيم هاي الأغنية شوي حزينة شي طبيعي يعني نوعا ما وهي من ضمن أغاني الألبوم وتعرض حاليا على قناة خاصة بعرض الأغاني والإكليبات الجديدة سريعا محمد السالم نسمع أغنيته شوي ونكمل أكيد ومن العراق لمصر ومنزلنا مع الأخبار الفنية لكن هلأ إلى عالم السينما مين منا ما بيعرف الفنانة المصرية أمي سمير غانم كنا بنعرفها اللي ما عرفها بالاسم هلأ رح يعرفها بس يشوف صورتها خلينا نشوف هذا الخبر شو بيحمل عنوان ما هو مرض أمي سمير غانم الغامض بتعرفوا أنت دائما الفنانين ما في أكتر من أخبارهم وخصوصا إذا كانت إشاعات ولا مش إشاعات وإلى آخره لكن أمي سمير غانم اللي نحنا كلياتنا بنعرفها من بطلتها مع أحمد حلمي اللي دائما هي بتطلع مع أحمد حلمي وأختها دنيا سمير غانم دائما تطلع مع أحمد مكي إذا بتتذكروا دائما بكل سيزن لما بينزل فيلم بينزل فيلم لأحمد مكي بتعرف من أحمد مكي اللي شعراته هيك صح؟ ولا هو أصلع؟ مش عارفة أحمد مكي هذا اللي دائما بيجي دبور دائما البطل اللي بتيجي معاه هي دنيا سمير غانم وأحمد حلمي دائما بتيجي معاه إمي بس في مرة من المرات نزله فيلمين للاتنين هذولا كانوا مبدلين بين إمي ودنيا فعشان هيك الكل بيعرف إمي سمير غانم أكيد من بعد ما نزل خبر زواجها من المثل المصري برضو هو كوميديان بعتقد عم بيقولوا أنه هي كتير مريضة لكن شؤوسة المرض ما بنعرف خلينا نشوف هلأ تداولت كثير من الوسائل الإعلامية والمواقع الاجتماعية خلال الفترة الماضية أنباء أنباء أو إشاعات كتير بتتعرض لها الفنانة المحبوبة وهي محبوبة جدا نائمة سمير غانم أنه هي بتتعرض لوعكة صحية جعلت جميع الأسرة تصاب بحالة من الاكتئاب النفسي والحزن فقد أعلن سمير غانم من خلال إحدى لقاءاته التلفزيونية أنه يعاني من حالة حزن وتعب نفسي بسبب إصابة ابنته الصغيرة أمي بمرض أدى إلى تأزمها النفس الشديد كما أن والدتها الفنانة دلال عبد العزيز تعيش في حالة من البكاء المستمر لما أصاب ابنتهما ولكن على الرغم من ذلك فإنه لم يتطرق أي أحد منهما للإفصاح عن أي تفاصيل عن هوية أو نوع هذا المرض وأيضا قرر الفنان سمير غانم مؤخرا أن يفصح عن نوع مرض ابنته فقد أعلن أنها أصيبت بأزمة نفسية حادة بعد أن علمت بأنه هناك خلل في بعض الشيء في الأنزيمات الكبدية وأيضا خلل في الوظائف الكبدية لذلك اضطرت إلى أن تقوم بتقديم شهادة تثبت حالتها المرضية لكي تتوقف عن تصوير مشاهد مسلسلها الجديد والذي كان من المفترض أن يذاع في رمضان القادم بالاشتراك مع زوجها الفنان حسن الرداد إمي بتقوم بدور كتير صغير بهذا المسلسل بالاشتراك أيضا مع الفنانة الشابة ميرهان حسين ولم تبدي إمي أي تصريحات عن مرضها حيث أنها تعاني من أزمة نفسية حد بسبب ما تعرضت له من انتكاسة صحية لكن الله يشفيها لكن إذا الموضوع هيك فيه شي بيتعلق بالكبد إن شاء الله أن يكون موضوعها سهل نحن بنعرف أنه مش سهلة إن شاء الله أنه ما يكون يعني فشل أو إلى آخره فشل بالكبد أو إلى آخره وأكيد نحن كنا بنحب إمي سامير غانم أمتى بنحبها وأمتى أكتر مرة حبناها في هذا المقطع الكوميدي مع أحمد حلمي خلينا نشوفه من برنامجنا لليوم إن شاء الله بتكون أخبارنا المنوعة عجبتكم أكيد وابرجع وبذكر لكل حدا بحب يرسلنا ويبعثلنا يبعثلنا على صفحتنا على الفيسبوك اللي هي باسم ياسميني خراشي شكرا للأصدقاء اللي هلأ عم ببعتوا لي المسيجز بقولنا صبار العروة منذ أنا عرفتك وسأبقى أحترمك حتى أضع كفي بكفي في الجنة بإذن الله إن شاء الله نسلم على بعض الجنة أنت إنسان غالي أتمنى الله ما يحرمني موجودك بالدنيا هذا هو سبوع أفضل الأخوة شكرا كتير يا صبار وإنه حلو لو ترسلوا هاي الرسالة لكل حدا بتعتبره أخلا إليك شكرا كتير إليك يا صبار ويعطيك ألف عافية وإن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إنه يكون لقاءنا في الجنة يا رب ويمكملين وبيدي أقول شكرا لكتير ناس للأسف تعليقاتكم على المنشور بتكون مع نهاية الحلقة أو بعد ما تنتهي الحلقة لهيك نحنا ما بناخد تعليقاتكم مع نفس الموضوع اللي نحنا بنكون ماخدينه قبل بيوم بس بدي أقول لأبو أيهم ولا سامي وكتير ناس كاتبين على موضوعنا لمبرح إنه الشغل عب أو الشغل مش عب بيقول أبو أيهم إنه لا وأيضا بيقول سامي إنه الشغل في المجال الصح عبادة أكيد وشكرا ويعطيكم ألف عافية على كل هاي التعليقات وحسين البازي بيقول بالحقيقة لا صح هو موعب بس صعب إذا كنت أنا ابن خير وعز وجاه بأنه أشطل أي شغلة أو أي وظيفة ما احترامي لكافة الوظائف طبعا بس صعبة بالنسبة إلي لما أنت ابن عز وجاه وخير خلاص ما تشتغل خليك يعني أصرف من العز وجاه وخير مش كل الناس يا حسين يا بازي إن ولدت ابن عز وخير وجاه يعني عرفت فلا بالعكس أنا مش معك قال أوكي إحنا يعني ما بنرضاها يعني في بعض الوظائف مش أي حدا بقدري إنه يكون هو بيشتغل بهذه الوظيفة بيحكم حياته بيحكم الشهادة اللي هو حاملها بيلاقيها صعبة شوي لكن نحنا بنحكي عن ناس اللي هي بيحتاجها للوظيفة الشغل عيب لا أبدا الشغل العيب العيب إنك أنت تكون قاعد ومطمط بالبيت ومحتاج فلان وعلتان لا الشغل عمري بيكان عيب مشاهدينا إحنا وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم إذا بتحبوا ننهي بأغنية إذا حابين طيب خلينا معناها أنا وإنتوا نرجع ونذكركم إنه بكرة رح يكون في عنا موضوع جديد نقدر ناخد اتصالاتكم إذا الله راد بلكي بكرة وأكيد تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك لحتى تعرفوا شو موضوع حلقتنا بكرة تابعونا على الصفحة شكرا كتير لكم ومنختم حلقتنا مع هاي الأغنية إلى اللقاء موسيقى 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 موسيقى